السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم إن شاء الله هدي نشارك معكم فطائر حلوة بنكهة ديال الحامض كي يجيوا رائعين في المداق ومنعيشين خليكم معي باش شوفوا الطريقة والمكونات اللي غادي نحتاج لليهم وغادي نحتاج عندي هنا كريم باتيسير بنكهة الحامض عندي هنا السنيدة ثلاثة لمعالك كبار كيبقى على حسب الضوء صفار بيضاء غادي نحتاج الكاس ديال الماء ونحتاج الربع كاس ديال الحامض بالنسبة لهذا ربع كاس ديال الحامض غادي نزيد له الماء حتى يعمر الكاس ونزيد معاه نصف كاس ديال الماء وغادي نحتاج كذلك للعجين المورق ناخد كاس رونة اللي غادي نضير فيه هات الخالط وغادي نضير كيما اكتليكم ربع كاس ديال الحامض هنزيد عليه الماء حتى يعمر الكاس عاد غادي نزيد نصف كاس آخر ديال الماء وغادي نزيد لهاد الخالط صفار بيضاء وغادي نزيد ثلاثة الماء الكبار ديال السكر سانيدة وهناك تبقى الحلاوة لحسب الضوق وغادي نزيد جوج معالغ كبار من كريم باتيسير هنخلط هاد المكونات مزيان مع بعض حتى يتجانسو من بعد غادي نضيروه من فوق البوطة الانار مهيلة مع التحريك المستمر حتى تتقال عندي هاد الكريم باتيسير هايا من بعد ما تقالت حيثا من فوق البوطة كي كل قوام ديالاله تشكل وغادي نخليها جانبا تبرد قبل ما نخدم بها اخديت كمية من العجين سرحتوا على هاتشكل وغادي ندير فيه الكريم باتيسير بعد ما بردت عندي نديرها بهاتشكل هاد نخلي شوية في الجوانب نخلي دق الجانب خاوي باش نلسق عليه العجينة نستمر بها الطريقة حتى نمار قاعد العجينة بالحشوة بالنسبة الكريم باتيسير وخي يكون فيها تكتولات رحم لي غادي ترجع للفران غادي تتحل ما يبقى تشي حاجة كي ما اشتو هنا هاي كان رد عليها النص الاخر صافي جربته يعني بقى مزيان غادي دابا ندير لها شوية ديال الماء باش نلسق العجينة مع العجينة ومتحلش اليام التكون القيامة آ اشتركوا في القناة 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 هنا بعد ما خرجتها من الفران خليتها بردات قطعتها لها تشكل قطعتها أنا غير مرسوية صغار كما شتوا الكريم باتيسيا رجعت تحلت يعني مقاش في هذا التولات وهذا هو شكل ديالهم بعد ما وجدوا نتمنى انهم يجبوكم وتجربوهم كيجيوا رائعين في المداق بالخصوص الناس اللي كيبيوا الحامض كيعطيهم واحد النكهة رائعة رائعة ومنعيشين بهكذا انكم وصلنا النهاية الفيديو نتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة